برضو عندك في مشوارك تجارب مهمة يعني خير بشارة، يوسف شهين ونشيد الأمل برضو دي تجربة كبيرة آه طبعا وخرجين كتير بصراحة وموسيقيين كبار يعني أنا حظي كان حلو قوي تعملت ما أكبر الأساس ده في مجال الإخراج وكتبت السيناريو والموسيقى يعني أنا عايزة كده ببساطة أعرف منك إيه اللي كان بيشدهم للكلمة بتاعة كوسر مصطفى خصوصا إنه برضو الفترة دي كان فيها ناس كتير بتكتب بحاجات كتير كلمة هي كانت مختلفة شوية في إيه بقى؟ إيه اللي كان بيتقلق؟ يعني خيري بشارة أصلوا واقعي ويحب يبقى في وسط الناس ويعبر عن الناس هل هو شاف فيك أيضا الواقعية اللي انت جاي منها؟ آه هو حسب ده وشافه وشاف كمان إن أنا حد حب قوي اللي أنا بعمله وعندي استعدادة تعب فيه للآخر أي شعر ممكن تطلبي منه حاجة عملها طيب هي عجبتك طب مش عجبكي طب معلش بقى؟ أنا لأ أجرب معاه مرة واثنين وثلاثة لحد ما قدمله كل اللي هو بفكر فيه كأن أنا جوا دماغه وهو فعلا بدأ معايا الفيلم بدأ من أغنية أساسا أنا مقلفها من قبل ما قبله اللي خلاي اختارني إنه لقى في كتابي حاجات أنا كتبها قبل ما قبله آه فأنتش بتتعبي في شغلك ومن غير أي ملل أو ما تب يعني أنش مبسوطة بتعملي كده فطبعاً ناس كان بتحب ده كان بترتاح معي أم